مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله نستعرض سويا لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم نبدأ بيوم الأحد حيث نلاحظ أن الأجواز تكون حارة في معظم مناطق المملكة والمنطقة الشمالية الغربية العظم المتوقعة 36 والصغرى 21 المناطق الغربية ما بين 33 إلى 35 والصغرى 25 درجة المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رادية من المطر 22-16 المنطقة الوسطى والرياض أجواء حارة 38-27 المناطق الشرقية الشمالية الشرقية أجواء حارة 37-21 المنطقة الشرقية 38 إلى 24 درجة مئوية يوم الأثنين استمرار الأجواء الحارة المناطق الشمالية الغربية 36-20 المناطق الغربية ما بين 34 إلى 36 العظمى والصغرى 25 المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رادية من المطر أحيانا 24-16 منطقة الرياض أجواء حارة 38 إلى 25 المنطقة الشمالية الشرقية 37 إلى 22 والمنطقة الشرقية 36 إلى 26 درجة مئوية يوم الثلاثة أيضا استمرار الأجواء الحارة المنطقة الشمالية الغربية 36-22 المنطقة الغربية ما بين 36 إلى 38 أجواء حارة مع ظهور الغيوم المنخفضة والصغرى بحدود 28 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا 25-17 المنطقة الوسطى والرياض أجواء حارة 38-26 المنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة 38-24 والمنطقة الشرقية أجواء حارة إلى حارة رسبيا 35 إلى 27 درجة مئوية يوم الأربعاء استمرار أيضا الأجواء التي تتراوح ما بين حارة إلى حارة نسبيا المنطقة الشمالية الغربية 35-21 المنطقة الغربية 35 إلى 37 العظمى والصغرى 27 المنطقة الجنوبية الغربية 26-16 الرياض أجواء حارة نسبيا إلى حارة 37-25 المنطقة الشرقية أجواء حارة الشمالية الشرقية 38-22 والمنطقة الشرقية 37 إلى 25 درجة مئوية يوم الخميس أيضا أجواء حارة المنطقة الشمالية الغربية 37-20 المنطقة الغربية 34 إلى 36 العظمى والصغرى بحدود 27 المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا 27 إلى 16 منطقة الرياض أجواء حارة 38 إلى 26 المنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة 39-23 وأيضا المنطقة الشرقية أجواء حارة 39 إلى 27 درجة مئوية يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة المنطقة الشمالية الغربية 36-17 المنطقة الغربية أجواء حارة ارتفاع على الحرارة 47 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقود زخات رعدية من المطر 26-16 منطقة الرياض أجواء حارة 39-26 والمنطقة الشمالية الشرقية 37-23 والمنطقة الشرقية أجواء حارة 39 إلى 25 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء